احنا قلنا تقريبا بحدود 3-4 سنين بمعارك متتالية يعني كل جمعة عنا معركة كل يوم عنا معركة اذا خلصنا معارك مع البنك بانك بنصير عنا معارك بمجلس النواب هلأ كان عنا قلنا تسعة تشهر معركة كابت الكنترول طلع الكابت الكنترول بعض بيشوفوا مناسب بعض بيشوفوا غير مناسب والمشكلة انو النواب شايفينوا انجاز وهال مشكلة الاكبر يعني يطلع على التليفزيون كلهم بهجموا بعضو بهجموا القنون بهجموا صيغة القنون بهجموا كل شي طب كيف قطع القنون مين الاشباح يعني اني اشوه والاشباح انت صوتوا عليه والاشباح مش يوفيه يوم قبل كل شي بنتفق على مصطلح ما فينا نستعمله ما في شي اسمه صغار وكبار مودعين في مودعين اوادم في وداقة مشروعة وداقة غير مشروعة فيه كبار اوادم وفيه كبار فاتو باختلصات فالكبار والصغار وهي دي المشكلة اللي وقعوا فيها المشكلة اللي وقعوا فيها باغلبية اللي عم بيحكوا على قليل ما والمشكلة اللي وقعوا فيها بالخطة الحكومة اليوم يعني نحنا عم نطلع على الخطة وعندنا ملاحظاتنا عليها بطبيعة الحال بس كمان نحنا بدنا نشوف عم نتابع عن بعيد الـ IMF شو طالب شو طالب من هالحكومة وموقفوا من هالحكومة. لليوم بنظروا انه بعد ما تعاونت بالطريقة المطلوبة واليوم عم نشوف هالحكومة ما عندها لشغلة ولا عاملة غير المودعين والسيطرة عاموال المودعين وشطب اموال المودعين كأن الاقتصاد لبنان كله عاموال المودعين بينما فيهم يعملوا خطط اقتصادية مثمرة أكتر من هيك غير أنه ناخد من هون اموال المودعين نشطب من هون اموال المودعين لسؤال حظ ما شفنا ولا ب 4 سنين لا خطة زراعية ولا خطة سياحية ولا خطة اقتصادية التي تعود بمردود معين لها الدولة غير الاستلاق على أموال المدعين وهذه مشكلة كبيرة ومشكلة الأكبر أنه بهذه الخطة غير أنه مصنفين صغار وكبار بس بعد هذه الخطة كله رح يصير صغار يعني الحق صار القادة مش عارف يحكم فيه يعني احنا اليوم مشكلتنا أهين قضية هي أنه فيه أموال لها العالم موجودة بالبنوكة اليوم مانا موجودة موجودة بمحل تاني لأن كمان ما فينا نقول طارت مثل صديقنا لأنه ما في شي بطير في شي بيروح من جايبة لجايبة هذه الخطة أول شي ما رح تتطبق مش ممكن تتطبق وهن ما رح يطبوها حسب حكي هن منتظرين لايمف لايمف ما رح يتفق على برنامج معنا بهذا المضمون اللي محطوط بالخطة هذا الخطة خطة فاشلة مية بالمية ترجمة نانسي قنقر